النقطة الأولى كثيرون من الحسينيين يدركون بفطرتهم بوجدانهم بحالة صفاء حسيني تعتريهم يدركون من أن عاشراء ليست محصورة بهذه الصورة المعهودة في أذهاننا يدركون عبر فطرتهم وعبر وجدانهم أن عاشراء أكبر وأكبر وأكبر من الصورة التي علمناها هكذا علمونا في أجوائنا الدينية التقليدية المعهودة رسمت لنا صورة عن عاشراء لكن الحقيقة أعظم وأكبر من كل ما رسموا وأعظم وأكبر من كل ما نتخيل ونتصور ونعتقد لذا فإنني في هذه الحلقات أحاول بحدود ما يمكن بيانه أن أتناول شيئا من خفايا عاشراء من أسرار عاشراء من أسرار عاشراء قطعا بحدود معرفتي فعاشراء في أسرارها أعظم مني وأعظم منكم عاشراء ترتبط ارتباطا مباشرا بالمشروع المهدوي الأعظم الذي نحتاج في إدراكه ونحتاج إلى معرفته أن يجمع إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه أن يجمع عقولنا وأن يركز قدرتها مثل مثل ما حدثتنا كلماتهم الشريفة النورية من أنه سيضع يده صلوات الله عليه على رؤوس الخلق على رؤوس العباد كي يجمع بذلك عقولهم نحن نحتاج هذا لإدراك ما نستطيع أن ندركه بحدود القدرة التي ستمنح لنا قطعا كل شخص سيمنح القدرة التي تناسبه فالحسينيون بفطرتهم بفطرتهم وصفاء وجدانهم يدركون أن عاشراء أعظم وأعظم من الصورة التي رسمناها وفقا للمعطيات التي بين أيدينا وهذا أمر مهم أن نلتفت إليه ما يرتبط بالتواصل الوجداني التواصل الوجداني هذه حالة موجودة في كل موجود ومن خلال هذه الحالة تبكي السماء على الحسين ومن خلال هذه الحالة تبكي الأرض على الحسين بل في أحاديثنا الأرض تبكي على أشياع الحسين تبكي على المؤمن الذي كان يدوس عليها في طاعة الله التواصل الوجداني حالة منتشرة في كل الموجودات التسبيح التسبيح كل شيء يسبح لله هذا التسبيح لن يتحقق إلا عبر الحالة الوجدانية في كل الكائنات فكل الكائنات تملك درجة من الإدراك بحسبها القرآن هو الذي يحدثنا عن ذلك في سورة الإسراء وفي الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء وإن من شيء وإن من شيء وإن من موجود وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل شيء يسبح والتسبيح فرع الإدراك هذا الإدراك هذا الإدراك هو التواصل الوجداني مع الأشياء وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل الأشياء ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً الآية تتحدث عن حقيقة واسعة منتشرة في كل جهة من جهات هذا الوجود كل موجود يسبح تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم حالة الإدراك في كل موجود هي التي تجعله مسبحاً وحالة الإدراك هذه يقاربها فينا نحن الآدميون التواصل الوجداني مع الأشياء نحن نحن إذا كنا في حالة صفاء قلبي روحي وجداني قولوا ما تشاءون نستطيع أن نفتح خطوط الاتصال مع الأشياء قطعاً بحدود مستوى صفائنا هذا إذا كنا نمتلك ذلك مثل ما يقولون لنا من أن من أخلص أربعين صباحاً أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه الذي الذي لا يعيش هذه الحالة لا يستطيع أن يتصور هذا المعنى الذي لا يعيش الإخلاص لا يستطيع أن يتصور معنى الإخلاص على حقيقته وبعد ذلك فهو لن يستطيع أن يتصور آثار ذلك الإخلاص كيف يكون القلب المخلص وكيف تتفجر ينابيع الحكمة في ذلك القلب حتى تظهر على لسان صاحب ذلك القلب المخلص الحكاية هي هي صفاء الوجدان الحسيني هو الذي يجعل الحسينيين يستشعرون هذه الحقيقة من أن عاشراء أعظم من كل هذا الذي نرسمه في أذهاننا وفي خيالنا بواسطة المعطيات التي علمناها ووصلت إلينا هكذا هكذا نقرأ في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة الزيارة الحسينية المطلقة الأولى نقلها عن الكاف الشريف مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه جاء فيها ونحن نخاطب الحسين في زيارته وَبِكُمْ وَبِكُمْ سَادَةِ آلَ مُحَمَّدِ وَبِكُمْ وَبِكُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ بِكُمْ تُسَبِّحُ هَذِهِ بَاءُ السَّبَبِيَّةِ بِكُمْ تُسَبَّحُ قُدْرَةُ الْإِدْرَاكِ في الأرض على التسبيح هي منكم وإليكم ومضمون تسبيحها عائد إليكم من أراد الله كما في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم وهنا أيضا في هذه الزيارة من أراد الله بدأ بكم هذا النص موجود في زيارة الحسين المطلقة الأولى من أراد الله بدأ بكم من من لكل عاقل وبحسب ما تقدم فإن كل موجود على درجة من العقل والإدراك قطعاً في هذا الأفق الذي أتحدث عنه مثل ما بيّن القرآن لنا وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ هذا التسبيح فرع الإدراك هو الإدراك هو فرع العقل فَكُلُّ كَائِنٍ بِحَسَبِهِ وَبِكُمْ آلَى مُحَمَّدِ وَبِكُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ وَتَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَلَى مَرَاسِيهَا مَوْطِنُ الشَّاهِدِ هُونَ وَبِكُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ هذا مستوى من المستويات في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله عليه لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان فَبِهِمْ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَبِهِمْ مَلَأْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتِ فَبِهِمْ القُدْرَةُ عَلَى التَّسْبِيحِ مِنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ إِدْرَاكُ مَضْمُونِ التَّسْبِيحِ مِنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ مَضْمُونُ التَّسْبِيحِ مِنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ فَبِهِمْ مَلَأْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ فَحَقَائِقُ التَّسْبِيحِ مَظَاهِرُهُمْ فَبِهِمْ مَلَأْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أَنْلَا إِلَّا أَنتِ هَأُولَاءِ هُمْ أَئِمَّتُنَا هذا منطق ثقافة محمد وأهل محمد هؤلاء هم سأحدثكم في حلقة يوم غد عن منطقين عن منطق ترابي إنه منطق السقيفتين السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي من خلال المنطق الترابي حدثونا عن عاشوراء فعاشوراء التي نعرفها ترابية تعود إلى المنطق الترابي إلى المنطق المظلم إلى المنطق السفيه إنه منطق السقيفتين السفيهتين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي أتحدث عن حوزة النجف أتحدث عن المرجعية الطوسية البترية وهناك منطق نوري مشرق مبصر فارق بين المنطقين هذه مفردات من مفردات المنطق النوري المنطق المشرق المبصر فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت بهم بهم فبهم وماذا قرأنا في زيارة الحسيني قبل قليل في الزيارة المطلقة الأولى وَبِكُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَةُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكْنَ وَلَكْنَ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ عِبْرَ التَّوَاصُلِ الْوِجْدَانِي حينما يوفق الحسينيون لحالة من النقاء الحسيني لحالة من الصفاء الحسيني قطعاً لابد أن يبتعدوا عن المنطق الترابي عن المنطق المظلم عن المنطق البتري إنه منطق السقيفتين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي لابد أن يتزينوا بقواعد المنطق النوري إنه منطق الغديرين هناك سقيفتان وهناك غديران الغدير الأول الغدير العلوي والغدير الثاني الغدير المهدوي المنطق المظلم منطق السقيفتين والمنطق المشرق المبصر منطق الغديرين حلقاتنا هذه ستكون ضمن هذه الأجواء وضمن هذه القواعد في مراتب المعارف على سبيل المثال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حدثنا حدثنا عن أن القرآن نزل على أربعة أشياء على أربعة مراتب على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق في هذه الحلقات أحاول بقدر ما أستطيع أن أتملص من أغلالي أفق العبارة أن أتملص من حبالي وقيودي مستوى العبارة وأحاول أن أتشبث بأهداب مستوى الإشارة لن أذهب بعيداً فيها إنما أحاول أن أتشبث بأهدابها فعالم الإشارة عالم وسيع وأوسع منه وأعمق منه عالم اللطائف وأعمق من اللطائف عالم الحقائق القضية لا تقف عند هذا الحد القرآن نزل على أربعة أشياء كما يقول صادق العترة صلوات الله عليه على العبارة وهي للعوام والإشارة وهي للخواص واللطائف وهي للأولياء والحقائق وهي للأنبياء والأنبياء من شيعتهم الأنبياء والمرسلون من شيعته إن أمرنا إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمام فمن يحتمله يا صادق العترة قال من شئنا من شئنا ليس بالضرورة أن يكون من الأنبياء ومن المرسلين وليس بالضرورة أن يكون من الملائكة ومن المقربين من شئنا قد يكون من الأنبياء المرسلين وقد يكون من الملائكة المقربين وقد يكون من الشيعة الذين امتحنت قلوبهم للإيمان فهذه المراتب تخصني وتخصكم تخص الشيعة هناك العبارة والإشارة واللطائف والحقائق هذا الكلام لا ننسبه إليهم صلوات الله عليهم هم أعلى من كل هذه المضامين هذه المراتب إذا أردنا أن ننسبها إليهم فتلك سفاهة سفاهة مني ومنكم الحقائق التي أشار إليها إمامنا الصادق هذه الحقائق فيها من المراتب والدرجات الكثيرة هي لنا هي للشيعة والحقائق للأنبياء والأنبياء من الشيعة وهناك من الشيعة من هو أعلى رتبة منهم من شئنا من شئنا كما بيّنت لكم في الحديث الذي تلوته عليكم قبل قليل إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم على سبيل المثال ما جاء في سورة الحجر الحجر في آخر آية من سورة الحجر وهي الآية التاسعة والتسعون بعد البسملة وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اليقين هنا الموت لكما يقول المتصوفة من قال منهم بهذا القول أو ما تقوله الفرق الباطنية من غلات الشيعة من أن الإنسان إذا وصل إلى اليقين في حياته فحينئذ لا حاجة لأن يكون مُلتَزِمًا بأحكام العبادات وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ جَعَلُوا الْيَقِينَ غَايَةً في المراتب في الدرجات الآية لا تتحدث عن هذا اليقين هنا الموت إنها غاية زمانية واعبد ربك حتى يأتيك الموت الموت حق هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين ونحن ونحن نعرض عقيدتنا بين يدي إمام زماننا وزيارة وردت منه صلوات الله عليه لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارة آل ياسين نخاطب إمام زماننا وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ ثلان أَلْمَوْتُ مُسْتَوَى من مستويات الحقيقة الموت مصداق من مصاديق الحقائق ومن هنا عبر القرآن عن الموت باليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين مستوى من مستويات الحقائق فعند الموت تتضح الأمور قطعا بحدود ذلك الميت من هنا يقول رسول الله ويقول أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما الناس نيام وهم في حالة يقضتهم يأكلون ويشربون الناس نيام فإذا ما تنتبه ذلك هو اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا هو الذي تقصده الزيارة الشريفة حينما نزور سيد الشهداء على سبيل المثال ونقرأ زيارة وارث السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين إلى لحظة الخروج من ظاهر هذه الدنيا وأنا أتحدث هنا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه اليقين الذي جاء مذكورا في الأدعية وفي الزيارات بهذا السياق إنه الموت والموت حقيقة من الحقائق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تصل إلى ساحل الحقائق هناك حقائق الحقائق ما بعد هذه الحقائق وقد عبر عن هذا بعلم اليقي الآية هنا في سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه هي الحقائق هناك علم اليقين حقائق الحقائق مثل ما جاء في سورة التكاثر في الآية الخامسة بعد البسملة كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين حقائق الحقائق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو الحقائق كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين حقائق الحقائق وهناك حق اليقين حق اليقين حقائق حقائق الحقائق مثل ما جاء في سورة الواقعة في الآية الخامسة والتسعين بعد البسملة إن هذا لهو حق اليقين وحق اليقين وحق اليقين أعمق من علم اليقين وجاء أيضا في سورة الحاقة في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة وإنه لحق اليقين فهناك اليقين وهو الحقائق وهناك علم اليقين وهو حقائق الحقائق وهناك حق اليقين وهو حقائق حقائق الحقائق وهناك عين اليقين مثل ما جاء في سورة التكاثر في الآية السابعة بعد البسملة ثم لترونها عين اليقين فعين اليقين حقائق حقائقي حقائق الحقائق وكل هذا مرتبط بنا أما هم فشأنهم ليس كشأننا صلوات الله عليهم مثل ما قرأنا في زيارة آل ياسين قبل قليل أقرأ عليكم أيضا وأشهد أنك يا بقية الله الخطاب مع إمام زماننا وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر كما يقول سيد الأوصية أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن هم الأول والآخر هم الظاهر والباطن فما نتحدث به عن عبارة وإشارة وعن لطائف وعن حقائق وعن حقائق الحقائق وعن حقائق حقائق الحقائق وعن حقائق 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 الحقائق هذا مرتبط بنا فالعبارة للعوام من الشيعة والإشارة للخواص من الشيعة واللطائف للأولياء من الشيعة والحقائق للأنبياء من شيعتهم وهذه الحقائق على مراتب ماذا جاء في سورة التكاثر بعد أن قالت الآية ثم لترونها عين اليقين تأتي الآية التي بعدها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم النعيم ولا يهت علي ولا يهت صاحب الأمر هذه مقدمات لإدراكها العبارة الإشارة اللطائف الحقائق بكل مراتبها من اليقين إلى علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين النهاية هنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن ولايته ليس عنهم عن ولايته ولايتهم شأن من شؤونهم من زار الحسين عارفا بحقه ماذا نعرف من حق الحسين إذن من زار الحسين عظيم الأجر لزائر الحسين بهذا الشرط من زاره عارفا بحقه وحق الحسين الذي هو الحسين لن تعرفوا حق الحسين من خلال المنطق الترابي من خلال منطق السقيفتين منطق سقيفة بني ساعدة وبني طوسي إذا أردتم أن تعرفوا حق الحسين يجب عليكم أن تعرفوا حق الحسين من خلال المنطق النوري من خلال منطق الغديرين ولهذا بايعنا بيعة الغدير الأولى وبيعة الغدير الثانية نذهب إلى فاصل طبت قيعدة قبالة وعال خد تهل دمعتها تقل عليك غل عمك المغلومة ومصيبتها سالف لي يا ماي العقل لا تخفي علي أحسي علي ما ينهى الفاذيح فاضيح وشوف يبكي زر أجي الخل وضع كنبالا غاية يا مغلق الغدير يا مغلق لا تخفي علي أحسي يا مغلق يا مغلق لا تخفي علي أحسي في النقطة اللامعة المضيئة الأولى وصلنا إلى هنا هناك منطقان منطق ترابي مظلم مرجئي بتري مقصر أوضح مصاديقه منبر الوائل حديث الوائل وما تفرع عن منبره عند سائر الخطبة أوضح مصاديقي المنطق الترابي المظلم لأنني سأعرض لكم الحقائق في الحلقات القادمة وفقاً للمنطق النوري المشرق وسأعرض الحقائق من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط على هذا بيعنا في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بيعنا هكذا قال لنا رسول الله في بيعة الغدير في مواثيق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي قواعد المنطق الغديري قواعد المنطق العلوي وفقاً لهذا إذا أردنا أن نعرف الحسين فعلينا أن نعرفه وفقاً لهذا المنطق النوري إنه منطق الغديرين إنه المنطق العلوي القائمي المهدوي النقطة الثانية سأضرب لكم مثالاً في هذه النقطة موضوع يتحدث عنه علماء العالم علماء الفضاء علماء الفيزياء علماء العالم يضعون هذا السؤال صورة الكون التي في أذهاننا في أذهاننا قطعاً في الموسوعات العلمية التي كتبها وألفها علماء فيزياء الأرض وعلماء فيزياء السماء حين أقول فيزياء السماء أتحدث عن علمي فيزياء الفضاء هناك هناك فيزياء الطبيعة والأرض وهناك فيزياء الفضاء الصورة التي رسمها هؤلاء في مؤلفاتهم في كتبهم في مجامعهم العلمية في الجامعات العريقة في وفي وفي هذه الصورة هل هي الصورة الحقيقية للكون هل الكون هو هذا أم هي الصورة التي رسمناها نحن عن الكون الجواب هو الثاني نحن لا نملك صورة كاملة حقيقية عن الكون عندنا معطيات ناقصة من خلال المعطيات الناقصة رسم علماء الفيزياء علماء الفضاء علماء التقنيات المعاصرة رسموا صورة للكون وقدموا لنا الكون على هذا الأساس ولذا حينما وصلت قبل فترة ما هي ببعيدة صور من المقراب الفضائي أو التلسكوب الفضائي تلسكوب جيمس واب الذي بعثته وكانت ناسا للفضاء في أواخر سنة 2021 قبل فترة ما هي ببعيدة وصلت من هذا المقراب الفضائي وصلت صور جديدة عن الفضاء لم يكن الإنسان على الأرض يمتلك شيئا منها أو أنه قد شاهدها في السابق فعينما وصلت هذه الصور الجديدة قال العلماء من أن صورة الكون ستتغير عندنا حتى تصل إلينا صور أخرى تختلف عن هذه الصور هذه هي حقيقة العلم الذي بين أيدينا لا يعني أن المعلومات بقضها وقضيضها ليست صحيحة هناك حقائق هناك معطيات حقيقية لكن الصورة الكاملة ليست بأيدي علماء الأرض هذا المثال أردت أن أقرب من خلاله الفكرة التي أريد أن أحدثكم عنها في هذه الحلقات نحن نحن عندنا معطيات عن عاشراء معطيات حقيقية لكننا لا نمتلك الحقيقة الكاملة ولا نمتلك الصورة الكاملة فكلما لامسنا معطيات من حقائق عاشراء كلما تجلت لنا عاشراء بصورة أخرى إنها مراتب المعرفة فهناك العبارة وهناك الإشارة وهناك اللطائف وهناك الحقائق وهناك حقائق الحقائق على اختلاف مراتبها من اليقين إلى علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين وكل هذا بحدودنا الحقيقة المطلقة لن نصل إليها الحقيقة المطلقة عندهم صلوات الله عليهم هم الأول هو الآخر هم الظاهر والباطن تلك هي الحقيقة المطلقة فأنا لنا أن نصل إليها نحن في أعلى المراتب إذا أردنا أن نصل سنلامس الحقائق وحقائق الحقائق بحسب المراتب التي أشار إليها القرآن وحدثتكم عنها قبل قليل هذا إذا كنا من أهل هذا الوادي من وادي النور من الوادي المشرق وليس من الوادي المظلم إذا كنا ممن يحكم على الأشياء ويفهم الأشياء بمنطق الغديرين لا كما يسيطر المنطق المظلم منطق السقيفتين على الواقع الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة وتأكد هذا الضلال منذ أن أسس الطوسي الترابي الشفعي البتري منذ أن أسس حوزته البترية المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا النقطة الثانية صارت واضحة بعد البيان المتقدم والمثال الذي أشرت إليه كل ما سيذكر في هذه الحلقات هو بحدودنا هناك حقائق لكن الصورة النهائية التي سأرسمها بحدود ما وصل إلينا من المعطيات وتلك لا تمثل الصورة الحقيقية الكاملة إذن النقطة الأولى وعليكم أن تتذكروها هناك منطقان منطق ترابي ومنطق نوري المشكلة أننا ثقفنا بثقافة المنطق الترابي المظلم الشيعة لا يفقهون شيئا من المنطق النوري المشرق وأول الذين يجهلون ذلك المرجع الأعلى لا أتحدث عن شخص بعينه وإنما عن جميع الذين يصفون بهذا الوصف من الماضين ومن المعاصرين ومن الآتين لأنهم يشربون من نفس الآنية القذرة الوسخة ويفكرون بنفس قواعد منطق السقيفتين وفي الوقت نفسه يجهلون قواعد منطق الغديرين ولو عرضت أمام أعينهم فإنهم سيحاربونها إما لجهلهم المركب وإما لعنادهم لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة كما هي هذا هو واقع مراجع النجف وكربلا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته وإلى يومنا هذا كل ما يطرح في الفضائيات وعلى المنابر على منابر الخطباء الحمير وكذلك فيما كتبه الذين كتبوا في الكتب والمؤلفات كل ذلك وفقا للمنطق الترابي نادرا نادرا ما نجد فلتة هنا أو فلتة هناك تسربت إلى كتبهم وبالاشتباه تسربت وإذا ما داومنا القراءة في ذلك الكتاب الذي ظهرت فيه هذه الفلتة فإنه سينكرها في آخر الأمر بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر هذا هو ديدن مراجع النجفي وكربلا في كتبهم ومؤلفاتهم تريدون أن تقفوا على الأمر بأنفسكم خذوا كتاب كامل الزيارات لابن قولوي إنه كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث العترة الطاهرة في الثقافة الحسينية قارنوا بين عميق المعاني هذا إذا كنتم تدركون عميق المعاني في هذه الأحاديث الشريفة وقارنوا بين الهراء الذي كتبه المراجع والعلماء والمؤلفون والخطباء في كتبهم عن الحسين هناك مزبلة وقذارة ترابية سقيفية وسقة وهنا حقائق نوري في هذا الكتاب هذا هو كامل الزيارات بين يدي نقطة ثاني حتى أن تقل إلى النقطة الثالثة النقطة الأولى هناك منطقان منطق ترابي ومنطق نوري النقطة الثانية معرفتنا الحسينية تتألف من معطيات حقيقية لكن الصورة النهائية هي بحسبنا لا تمثل الصورة الحقيقية التي يعرفها إمام زماننا وإنما هي صورة نحن نرسمها بحدود معرفتنا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر